موسيقى ليس من الحكمة أن يغتر الإنسان بالوقت يقول سأغير وأتدارك والعمر أمامي فبينما أنت تلهو مغترا بالشباب يضيع منك كل من تحب وكل من أنت وكيل عليه ومسؤول عنه والطامة الكبرى أنهم يوم يقوم الأشهاد سيقولون لك أنت من ضيعتنا وساعتها لا ينفع الجواب ولو كان فصيحا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقول ربنا جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يعني مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته فعن علي في قول الله عز وجل قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قال عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ الْخَيْرِ وَأَدِّبُوهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدِّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُوْ أَنْفُسَكُمْ يعني عَلِّمُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا مَا تُجَنِّبُونَ بِهِ مَنْ تُعَلِّمُونَهُ النَّار وَتَدْفَعُونَهَا عَنْهُ إِذَا عَمِلْ وَأَعْمَلُوا أَنْتُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَيْضَا عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملاً فيكونوا وقوداً للنار يوم القيامة إن الوالدين أشفقوا الناس بأولادهم إلا ما شذ وما أظن أنهما مع عظيم شفقتهما يرضيان بتسليمنا للنار لنكون وقوداً لها كثير مننا إذا رأى ابنه الصغيرة أو ابنته الصغيرة نائمين يشفقوا عليهما فلا يوقظهما لصلاة الفجر مثلاً أو لا يجبرهما على صلوات الفرائض في أوقاتها على الأقل يعني أنا لا أريد أن أخصص صلاة الفجر بالذكر ولكن لو غضضنا الطرف حتى عن صلاة الفجر فحتى باقي الصلوات لا نجد كثيراً منا يوصي أو ينبه أولاده على هذه العبادة وهذا والله مهم جداً التنبيه ضروري ولا بد منه والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفط بي ومن أجمل تجليات مظاهر الوقاية للأهل من النار ما حكاه لنا ربنا عن نبيه إسماعيل عليه السلام قال وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا وهذا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله كما قال الله عز وجل لرسوله وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يقول زيد بن أسلم لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله ها نحن وقينا أنفسنا فكيف بأهلنا قال تأمرونهم بطاعة الله تعالى وتنهوهم عم عاصي الله عز وجل يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازم الإيمان وشروطه قو أنفسكم وأهليكم ناراً موصوفة بالأوصاف الفضيعة عليها ملائكة غلاظ شداد قو أنفسكم بإلزامها أوامر الله والقيام بأوامره امتثالاً والانتهاء عما نهى عنه اجتناباً توبوا إلى الله عز وجل عما يسخطه ويوجب العذاب قو الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله عز وجل به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه وقد وصف الله عز وجل النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاؤن بأمره فقال وقودها الناس والحجارة كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقال عليها ملائكة غلاظ شداد يعني ملائكة غليظة أخلاقهم عظيم انتهارهم يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا فيه إضاح مدح للملائكة الكرام لانقيادهم لأمر الله عز وجل وطاعتهم له في كل ما أمر به فانتبهوا وراعوا ذلك أعاذنا الله وإياكم عن سالم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم هل وفاهم حقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة هل قام لهم بما لهم عليه من حقوق في حدود الإمكان طبعا ربنا يقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مأتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه والرعية كل من شمله حفظ هذا الراعي ونظره فالأمير الذي على الناس راع في من ولي عليهم ومسؤول عن رعيته هل راعاهم حق الرعاية أو قصر في حقهم روى البخاري المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده أي يقصد بحسن التدبير للمعيشة والنصح لهم والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضيافه والعبد راع على مال سيده بحفظه والقيام بما يستحقه عليه من حسن خدمته ونصحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الخطاب للأمة جميعا يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته والراع كما ذكرنا هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له ويرعى مفاسده فيجنبه إياها كراع الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب بالغنم إليه وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان هكذا بن آدم كل إنسان راع وكل مسؤول عن رعيته فالأمير راع ومسؤول عن رعيته وولاة الأمور يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم قد يكون هذا مديرا لناحية مثلا أو مختارا على قرية صغيرة مثلا فتكون مسؤوليته صغيرة وقد يكون قائم مقام أو محافظا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة وقد يكون مسؤولا عن أمة كرئيس الدولة الذي ليس فوقه أحد في دولته كالملك مثلا والرؤساء في البلاد الأخرى وكأمراء المؤمنين في عهد الصحابة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم جميعا وكالخلفاء في زمن بن أمية وبن العباس وغيرهم المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم وكذلك تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير راع يعني هو مسؤول عن رعيته الرجل راع لكن رعيته محصورة هو راع في أهل بيته في زوجته في ابنه في بنته في أخته في عمته في خالته عن كل من في بيته هو راع ومسؤول عن رعيته يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها يجب عليها أن تنصح في البيت في الطبخ حتى في كل شيء يكون في البيت في الفرش بأن لا تبثخ في الطبخ مثلا أكثر من اللازم ويجب عليها أن تكون امرأة مقتصدة فإن الاقتصاد نصف المعيشة غير مفرطة فيما ينبغي ألا يفرط فيه كذلك العبد والعامل في المصنع والخادم في بيت السيد مسؤول وراع في مال سيده ومسؤول عن رعيته يجب عليه أن يحفظ مال سيده وأن يتصرف فيه بما هو أحسن وأن لا يفرط فيه وأن لا يتعد الحدود وهكذا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رعايتنا ليست مقتصرة على مأكل أو مشرب بل يجب على الزوجين مثلا أن يتناصحا ويوصي بعضهما بعضا خيرا ولا تقول من أنت لكي تنصحيني ومن أنت كي تنصحني كلنا اليوم محتاج إلى النصيحة والتذكرة ولكن بالتي هي أحسن حتى تلقى كلماتنا لدى القلوب قبولا فرب نصح هو حق يظهر بلفظ غليظ فلا يلقى قبولا وقد قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله النصيحة سهل والمشكل قبولها جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقضى مرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فإن أبأ نضحت في وجهه الماء الحديث أخرجه أبو داود بن ماجة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قوله مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها قال الترمذي هذا حديث حسن قال الفقهاء وهكذا يأمره في الصوم ليكون ذلك تمرين له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر والله هو الموفق للخير يقول سهل عن قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يعني قوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ السُّنًا ويقول عطاء قوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِقَبُولِ نَصِيحَةِ النَّاصِحِينَ ويقول يحيى قوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يَا أَيُّهَا النَّاسِ النار التي لو أعدت للحديد لم يقم لها فكيف تطيق الأبدان الضعيفة احتمال عذابها وكيف لها الصبر على أليم عقابها أهلها فيها لا ينامون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وعن عمر بن قيس الملائي قال إن المرأة لتخاصم زوجها يوم القيامة عند الله فتقول إنه كان لا يؤدبني ولا يعلمني شيئا كان يأتيني بخبز السوق وفي هذا إشارة إلى أننا اليوم نطعم الأبدان لتصح وقد تسمن ولكننا تركنا القلب والروح فلا نحن أوليناهم من الحب والرأفة ومشاركة الهموم ما يملأ عليهم حياتهم ولا نحن علمناهم ما يقهم من النار ويوم القيامة سندرك وتدرك بعض النساء وبعض الرجال ممن شغلوا بتحصيل المرغوبات أنهم كانوا واهمين وأنه كان ينبغي بهم إلى جانب اهتمامهم برغباتهم المشروعة طبعا كان ينبغي بهم أن يعتنوا بآخرتهم فلا ينسوا نصيبهم من الدنيا نعم أنا لا أنكر يعني لا أقول لينسى الإنسان نصيبهم من الدنيا لا بل بالعكس لنهتم بأنفسنا وبويوتنا ولكن لنضع الآخرة أولا في حساباتنا والدنيا ثانية وهذه النصيحة لنا جميعا رجالا ونساء يقول الإمام بن القيم رحمه الله من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا وقد عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال الولد يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني صغيرا فأضعتك شيخا ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربين في صغره من غضب ولجاج وعجلة وخفة وطيش وحدة وجشع فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته يوما ما ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس التعلمين ولهذا نجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم وذلك بسبب التربية التي نشأ عليها لذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه منه فتغيير العوائد من أصعب الأمور وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطيه وينبغي بوليه أن يجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم وللجد والتعب عواقب حميدة إما في الدنيا وإما في العقبة وإما فيهما فأرواح الناس أتعب الناس وأتعب الناس أرواح الناس فالسعادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب ويجنبه مضان الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاح يقول أبو عياش القطان بلغنا أنه كان ملك كثير المال وكانت له ابنة لم يكن له ولد غيرها وكان يحبها حبا شديدا وكان يلهيها بصنوف اللهو فمكث كذلك زمانا وكان إلى جانب بيت الملك عابد فبينما هذا العابد ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فسمعت الجارية قراءته فقالت لجواريها وكنا يعزفنا كفوا فلم يكفوا وجعل العابد يردد الآية والجارية تقول لهم كفوا فلم يكفوا فوضعت يدها في جيبها فشقت ثيابها فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه القصة فأقبل إليها فقال يا حبيبتي ما حالك منذ الليلة ما يبكيكي وضمها إليه فقالت أسألك بالله يا أبه لله عز وجل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة قال نعم قالت وما يمنعك يا أبتي أن تخبرني والله لا أكلت طيبا ولا نمت على لين حتى أعلم أين منزلي في الجنة أم في النار أعاذنا الله وإياكم ومما يكثر السؤال عنه رجل يقول أنا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن أصلي في الطائرة أم لا والجواب إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أما إذا علم أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأداء الصلاة أو كانت الصلاة مما يجمع مع غيره كالظهر مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء مثلا وعلم أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما فذهب حتى في هذه الحالة جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ولكن له أداؤها عند النزول ما دام متيقنا من الإدراك سائل آخر يسأل فيقول كيف يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة يعني قبل قليل نحن تكلمنا إذا دخل وقت الصلاة في الطائرة الآن يسأل السائل كيف يؤدي صلاته على متن الطائرة أو في السفينة في البحر مثلا أو مثلا لم يجد ماء ولا ترابا يتيمم به وهو على متن الطائرة وأدركه الوقت فماذا يفعل وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة فهل يجوز له الصلاة وكيف يصلي وإن يتوجه والجواب إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلوا الصلاة الحاضرة على حسب حالهم وقدرتهم فإن وجد ماء وجب عليهم التطهر به وإن لم يوجد ماء أو وجد الماء ولكن عجزوا عن استعماله تيمموا وإن وجدوا ترابا تيمموا وإن وجدوا ما يقوم مقام التراب تيمموا فإن لم يجدوا كل ذلك سقط عنهم ذلك وصلى كل واحد منهم على حسب حاله لقول الله عز وجل كما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم طبعا عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة وإذا دارت الطائرة أو السفينة أن يدوروا قدر الإمكان ليصيبوا القبلة هذا في صلاة الفرد بحسب طاقتهم أما في صلاة النافلة فيصلي إلى أي جهة كانت تسير الطائرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه صلى الله عليه وسلم وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام بالصلاة يعني عند التنفل في صلاة التنفل أما في صلاة الفرض فيبقى متجها إلى القبلة قدر إمكانه كما ذكرنا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة